ابن المسرح الذي لم يخطط ليكون ممثلاً تلفزيونياً لكنه وجد نفسه أثناء دراسته الماجستير في المسرح بسوريا بين نجوم الدراما التلفزيونية العراقية الذين نقلوا عملهم من العراق إلى سوريا في الفترة من عام 2007 إلى عام 2012 بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة في بلادهم إنه الفنان الشاب ذو الفقار خضر الذي نجح بجدارة فائقة في الأعمال الدرامية ليصبح أحد ركائزها البداية كانت من مدينة الحلة في محافظة بابل حيث ولد في عام 1983 وعمل في صغاره خياطاً وله تجارب في الرسم والنحت حتى تخرج من كلية الفنون الجميلة جامعة بابل قسم التربية المسرحية وهو عضو نقابة الفنانين العراقيين ومدير المسرح الوطني في عام 2019 ذو الفقار خضر ممثل ومؤلف ومخرج مسرحي قدم أول مسرحية بعنوان قميص رجل سعيد في عام 2001 فيما ظهر لأول مرة على الشاشة الصغيرة بمسلسل الرصافي في عام 2007 من تأليف الكاتب حامد المالكي وإخراج أركان جهاد لتتوالى بعدها الأعمال الدرامية لنجده في دور مهم في المسلسل العربية الذي يعرض الآن بعنوان دفعة بيروت من إخراج علي العلي وتأليف هبا مشاري ويتناول هذا العمل حقبة الستينيات من القرن الماضي